وإذا سمعوا ما هنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من التمح مما أرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاختبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونسمع ويضق لنا رفنا مع القوم الخالدين فأتابوا الله بما قالوا جنات ذني من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولا بك أطحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحزموا طيبا بما أحلى الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا متقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغة فيه أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أفضتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة متابين من أوسط ما تبعيمون أهليكم أو كصوتهم أو تحليل رقبا فمن لم يدف طيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أحظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتنا لعلكم تشعرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأمطاة ونزام للسمن من الشيطان فاجتنبوا لعلكم تصلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذابة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنها على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحة بجناء فيما طاعموا نزام التقو وآمنوا وعملوا الصالحات ثم التقو وآمنوا ثم التقو وأحسنوا والله يحب المهدنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولماءكم ليعلم الله من يقافه بالغيب فمن اعتذى فعل ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتل يحكم به يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا فجزاهم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عزل منكم هدي أن بالغ الكعبة هدي أن بالغ الكعبة يوفى الزفارة وعاهم ساكين أو عدل ذلك صياما ليسوق وبال أمره أفا الله عما خلف ومن عاد فينتقم الله منهم والله عزيز منذ انتقام وحل لكم صيد البحر وتعاموا متاعا لكم وللسيارات وحب ما عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذين إليه تحشرون جعل الله لكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد عقاب وأن الله غفور وحليم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما ترسون وما ترسمون قل لا يستب الخبيث والطيب ولو أعجبك فسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلعون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبتلكم تسركم وإن تسألوا عنها أين ينزل القرآن تبتلكم أفض الله عنها والله غفوظ كليم قد سألها قوم من قدركم ثم أسفعوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا رصيلة ولا حاب ولا كذن الذين كفروا يكثرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حكنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يأتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من هو ولئذا اتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينسئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموضوعين الوصية اثنان زراعة منكم أو آخران من غيركم إن أنتم غررتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيغتمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَاسِمِينَ فَإِنْ حُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا إِذْا لَمَا إِذْمَا إِذْمًا فَآخران يقومان مقامهما من الذين اصحق عليهم الأوليان عليهم الأوليان فيغتمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما أعتدينا إنها إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترى أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يأتي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أن تعلم الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنصر نعمتي عليك وعلى غالدتك إذ أجبتك بروح القدس تبلم الناس في المال وكالات وإذ هلمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنشبير وإذ تخلق من الصير كأي أبي الصير بإذني فتنفق فيها فتكون صيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأغرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائي لعنك إذ ذكتهم من بيناك فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا صحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أنهابهمي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى ابن مريم أن يستطيع ربك أن ينزل علينا ماردة من السماء قال اتق الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وططمرن قلوبنا ونعلم عن قصدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم الله أربنا أنجل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فإن يفكر بعض منكم فإني أعزبه عذابا لا أعزبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتقذوني وأمي إلى أين بدون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليسني بحفظ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيور ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم حبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جسنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك القوض العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ونعلى الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنفرون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ وَجَعْلَمُ وَجَعْلَمُ وَيَعْلَمُ مَا تَسْلِقُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِضْرَارًا وَجَعْلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ سَعْتِهِمْ فَأَهْلَقْنَا هُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِهِمْ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاتِهِمْ فَلَمَسُوا بَأَيْنِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ هَذَا إِلَّا سِحْرُهُ مُمِينَ وَقَالُوا لَوْ لَا غَذِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَرْضُ ثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَوَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اصْرُزِهَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُ بِهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ قُلْ لِمَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْزِهَ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُ الْلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لَا غَيْبَكِهِ الَّذِينَ قَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ يَسْتَقِهُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُضْعِمُ وَلَا يُضْعَنَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقُونَ أَوْلَ مَتَسْلَمَ وَلَا تَكُونَ النَّمِعَ المُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَقَاطُ إِنَا صَيْفُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُسْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْضُ مُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرٍ فَلَا تَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِقَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَائِرُ فَهُوَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلْ إِنَّا هُوْ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَرُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَوْا فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُقْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُمْ فَاحِمُ وَإِنَّنِي بَلِيْءٌ مِّمَّا تُشِكُونَ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلِفُونَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْطْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يَصْرِكُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَا أَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكَهُكُمُ الَّذِينَ كُلْتُمْ تَغْمُونَ وَيَوْمَا أَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكَهُكُمُ الَّذِينَ كُلْتُمْ تَغْمُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْطْرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُصْرِبُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَا أَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكَهُمُ الَّذِينَ كُلْتُمْ تَغْمُونَ ثُمَّ لَمْ تَقُلْ فِتْنَكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُلْنَا مُشْرِكِينَ نظر كيف كذبوا على أنفسهم وظلانهم ما كانوا يفسرون ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهم أكلة أن يطفوه وفي آذانهم مقرار وإياه كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوا فيجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير أولهم وهم ينعون عنه وينعون عنه ويغلقوا إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى إذ رقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون منه قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإنه لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمعوفين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكبرون قد خذر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ففتبهم قالوا يا أسرتنا على ما فرثنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ثمورهم على ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولبتار الآخرة خير للذين يتقونها فلا تاقلون قد نعلم إنهم ليحذنوا بالذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فقبروا على ما كذبوا وهمتوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبلي المرسلين وإن كان كبرا عليك يا عظم فإن استطعت أن تفضغي نصبا في الأرض أو سلما في السماء فتأخيرهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على البلا فلا تكونن من الجاهلين إنها يستجيب الذين يصنعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ناصرهم لا يعلمون وما من دافة في الأرض ولا قائل يطير بجنانه إلا أمم أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى رمهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا كنوا وبكن في الظلمات من يشأ الله يغلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيبكم إن أتاكم هذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تنعون إن كنتم صادقين بل إياه تنعون فيفشق ما تنعون إليه تنشاء وتنسون ما تشربون ولقد أرسلنا إلى أمم من قتلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم وذين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا طرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فإذا هم مبلسون فبطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله بسمعكم وأخاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كنظر كيف نصرف الآيات كما يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتذا أو جارة هل يهلكم إلا الخوف الظالمون وما نرسل المرسلين إلا ممشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يصدقون قل لا أقول لكم عندي خزائر الطائب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم بإني ملك إن أتبع بالله ما يوحى إليه قل أليستم الأعمى والذرير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يقافون إن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليهم ولا شفيع لعلهم يستقون ولا تطرق الذين يدعون ربهم بالغداة والعشرين يريدون وجهات ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من نقاه عليهم من بيننا أليست الله بعالم بالشاكلين وإذا جاء أبا الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كذب ربهم على نفسي الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تعب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نطرف الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أستبر أحوالكم فضلت إذن وما أنا من المغترين قل إني على بينة من ربي وكذبكم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو قير الفاطرين قل لو أن عنده ما تستعجلون به لفضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم بالقالبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البشر والبحر وما تصد من مرقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا أرسل ولا يابس إلا في الكتاب المبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجلهم ثم إليه مرجعكم ثم ينبلكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حقا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم والحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسنين قل من ينجيكم من ظلمات البرد والفحر تدعونه طبرا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكلين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنكم تشكون كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوضكم أو من سهل أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ متقرون وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينفينك الشيطان فلا تخصف عن الذكرام عن حون الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكران عنهم يتقون وذل الذين استخدوا دينهم لحظا ولعظا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تفصل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أفصلوا بما كسبوا لهم شراهم من حميم وعذاب أليهم بما كان يطرون قل أنتعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرسل على أعقابنا بعد إسدانا فالذي استعرضه الشياطين في الأرض حيران له أسحاب يدعونه إلى الهدى اتنان قد إنه لله هو الهدان وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تأشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولهن فيقوم قول الحق ولو الملك يوم ينقف في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الضبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتستخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلاله مبين وكذلك نري إبراهيم ملقوة السماوات والأرض وليكون من الموقعين فلما جن عليه الليل رغى فوقا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر فوقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يأتهي ربي لا أكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس فاظغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وليا للذي فضر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشهين وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واتع ربي كل شيء علما أبلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريضين أحق بالأمنين لن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمور المبتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعفور كلا هديناه ونوحا هدينا من قبل ومن ذفيته داود وسليمان وأيوب ويوسف وخوصى وآرون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا صدلنا على العالمين ومن آبائهم وذخياتهم وإصلاحين واجتبيناهم وأديناهم إلى صراط المستقيم ذلك أعوذى الله يهدي بمن يشاه من عباده ولو أشرفوا لحفظ عنهم ما كاف يعملون أولئك الذين آديناهم الكتاب والحكم والنبوة ثم والحكم والنبوة فإن يفتر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهدىهم اختبه كلها أسألكم عليه أجراه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إصطالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وغذى للناس تجعلونه قراتي ستحفونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ولله ثم ظرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناهم باركم وصدقوا الذي بين يديه ولتمزعهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على خلافهم يحافظون ومن أرزم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باقصوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تزون على ونون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تتكبرون ولضجهتمونا كما خلقناكم أول مرة ودركم ما قولناكم خراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعنتم أنهم فيكم شركا لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تغرمون إن الله فالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك من الله فأنا تفقون فالق الإصباح وجعل الليلة كنوم الشمس والقمر حضبانا ذلك تضير العزيز العليم وهو الذي جعل لهم نجوم لتحصلوا بها في ظلمات البر والبه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشعكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يعقون وهو الذي أنقل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا بنقضرا نقرج من حفظ متراكبا وبن النقل من ضلعها قنوان دالية وينات من آناب والزيزون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى سمره إذا أصمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخلقهم وقرقوا له بين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكونوا له ولكم ولم تكونوا له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو أطالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل شيء مكين لا تضربه الأطار وهو يضرب الأطار وهو اللتيف القبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أصرف لنفسه ومن أميق عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نطرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون استبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعارض عن المشيكين ولو شاء الله ما أشربوا وما جعلناك عليهم حسيبا وما أنت عليهم بغفير ولا تصفوا الذين يدعون من دون الله فيصفوا الله عزوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ردهم مرجعهم فينفهم بما كانوا يعملون وأغطبوا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يحرق منها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفلتهم أكوارهم كما لم يبينوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعملون